لم يكن مفاجئة المعلومات منذ أكثر من شهرين أو ثلاثة أشهر أبلغت بإمكانية انسحابها من مشروع النبراس الحقيقة هناك مجموعة من الأسباب ربما نسمع منها لأول مرة أولا شركة شل بدت تتحول انسحبت من كل العمل بما يخص الطاقة الهايدروكوربونية النفط والغاز وبدت تتحول أنشطتها إلى الطاقة النظيفة ومشروعات أخرى وهذا واحد من الأسباب بصراحة الأمر الآخر أن المشروع يحتاج إلى ضغوطات من الغاز عالية جدا تصل إلى 1400 مقمق والذي يمكن أن تجهز به الحقول القريبة من المعمل تصل إلى 1200 ففرق الغاز لا يسمح لها فرق ضغط الغاز لا يسمح لها إنتاج الكميات المطلوبة مسألة العمولة التي أشرتها الحكومة الحالية وافقت طبعا هذا الخلاف منذ عام 2010 على مسألة العمولات لكن أعتقد أن الشركة واجهت مشكلة أن هذا رفع سقف العمولة إلى 3% أعتقد هذا رح يواجه مشكلة للشركة أمام حصولها على قروض خارجية باعتبار أن هذه المشاريع يجب أن لا تتلقى دعم حتى ممكن أن تحصل على قروض خارجية فأنا أعتقد أن الأسباب كانت فنية بالدرجة الأساس أكثر مما يعني ابتزاز أو غير ابتزاز نعم ولا يعد يعني رفع سقف العمولة وكذلك كما أشرت الابتزاز والرشاة وربما تهديدات لأن هناك تسريبات تقول هناك تهديدات تعرضت لها شيل لرفع سقف العمولة أو الرشاة والرشاة وألا يعد ذلك دافعا لطرد الاستثمار في العراق هو بالتأكيد أي ابتزاز أي رشاة طبعا تكاليف لكن الحقيقة في موضوع العراق هناك تقرير للبنك الدولي شير عكس ما نتحدث به شير إلى موضوع الفساد عامل إيجابي في استقطاب الفساد باعتبار أنه بيئة خصبة لفرض العمولات وفرض الأتوات من قبل الشركات واليوم نتحدث عن سقف من واحد ونص إلى ثلاثة فأنا أعتقد أن الأمر مختلف تماما لأنه حتى الابتزاز اللي تتعرض عليه هي راح تحمل على تكاليف المشروع اللي تتحمل الحكومة العراقية فممكن تكون هذه الأسباب لكن أنا ما أعتقد أنه هي هذه الأسباب الجوهرية اللي خلت شرط تنسحب وإلك هي منذ عام 2015 موجودة وبالعكس كان الوضع الأمني أسوأ بالسنوات السابقة وحتى مستويات الفساد كانت أعلى بكثير من السنتين الأخيرة فلو كانت هذه الأسباب لتركت الأمر منذ 2015 أو 2016 وهاكذا